ينضم إلينا عبر الهاتف من السعودية المهندس أسامة العزوني لنتعرف عن تجربته في خسارة الوزن الزائد صباح الخير أسامة وأهلا بك في البداية حدثنا كم كان وزنك وكم أصبح بعد الرجيم الضايت السلام عليكم عليكم السلام أنا كان وزني حوالي الـ 118 والآن وصل لحوالي التسعين في ثلاثة أشهر كانت التجربة في البداية كنت أشتكي كثيراً من الشاعر وأذهب للطبيب يقول لي ما فيك شيء روح وأفقد وزن إلى أن يعني وصل فيه إحدى الأطباء خلي سوي رب التمعد وكذا فكان هذا التحدي كنت لا أنا عندي أرادة ويجب أن أفقد الوزن بنفسي فطبعاً أنا أنصح بشدة هو زيارة الطبيب في الأول لأن الطبيب بيشوف تحليل الدم بيشوف يسباك لأن كل فرض مختلف عن الأخ فعلى أقل يكون على معرفة الضايت يتم على معرفة نعم سيد أسامة كيف قررت إنقاص الوزن يعني ما الذي دفعك بالفعل إلى اتخاذ هذه الخطوة في إنقاص الوزن هو معاناة فعلاً يعني الصباح أكون كسلان أكون عرق شديد جداً يعني أفريق للصلاة وأنا من كسلان أتحرك حتى مع الأولاد مع الأسرة كسل شديد دخلت في دائرة فقدان السيطرة على الوزن زائد كلام الطبيب إنما قال لي طبيب الألف وأزر قال لي رح سوي عملية فعلاً كان هذا نوع من أنواع التحدي وبدأت بإصراف تجزئ يعني أخصائي تجزئ وكان أنا أحبب أن أنوّل هنا إن الأخصائي التجزئ أو الطبيب هو بوصلة في الآشة يعني إذا دخل استخدام الإنترنت هذا أيضاً جايد يعني بوصلة له لطريق معين فالتغذية أو أخصائي التغذية يوضح لك الطريق الصحيح لناس بحالك لكن في الآخر العمل كله عليك أنت اللي تمشينا في الطريق أنت اللي تكون سريعة بطيئة لا تتجهي حسب البصوة فإرادة الشخص نفسه هي أهم شيء هي المحور يعني في الآخر لكل هذه الأشياء نعم أنت لجأت الأخصائي تغذية لإنقاص الوزن نعم طب هناك مراحل خلال ثلاثة أشهر كما تفضلت وأنقاص هذه الكيلو جرامات الزائدة بالطبع هناك كانت بعض المصاعب التي مررت بها ما أبرز هذه المصاعب؟ عندما تكون هناك إرادة المصاعب تقل ولكن أكبر مصاعب اجتماع الأسرة مثلاً على غداء على عدائم على كذا أكل أو طعام تحب بينهم هذه هي أكثر شيء اللي هي التحدي أن نسوي كنترول على الشهية وعلى كذا لكن غير كذا مع أخصائي التغذية أي مشاكل صحية تكون أقل يعني لو تشتكي من شيء ترجع له لو كذا ترجع له ولكن هي إرادتك في الآخر هي الحافظ وطبعاً أنا أنصح لكل شخص يريد أن يفقد وزنه أنه يضع في داخله حافظ يحفظه سواء كان صحياً سواء يعني يعني شيء نفسي يمجز شيء في حياته يكون أكثر نشاطاً يكون مندمج مع المجتمع أكثر ثقة في نفسي يتبع السنة سلسل لطعامك سلسل لشرابك سلسل لنفسك يعني كل هذه الأشياء كانت فعلاً هي المحفظ لي لكي أكبر يعني كأني في رسالة مع نفسي يعني أني أريد أن أحققها